شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على حرص مصر على أمن السودان ومواصلة تقديم الدعم الكامل للسودان ودعم وحدة الصف وتسوية النزاع القائم انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين وخلال جلسة مباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان أكد الرئيس السيسي استمرر مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الأثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولية السيد الفريق أول رقن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان مشددا على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار وقد أقيمت مرسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية وعزف السلامين الوطنيين وقد شدد السيد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين كما أكد السيد الرئيس استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السودانية أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ضد الظروف الحالية التي يمر بها السودان مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية المنتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي انعكست في الدور المصري في استقبل المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة كما تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات اهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف وتنصيق المتبادل في هذا الصيام